ان شاء الله دكتور عانيا انا هبدأ معيك من معلومات بسيطة خالص هسألك من اول حاجة خالص وانبسط الفكرة للسادة المشاهدين انا عايزة اعرف من حضرتك ايه هو العمود الفقري اللي احنا دايما بنجيب سيرته كده وبنظلمه معنا عمود الفقري بتاقي وجاني فضل يا حضرتك العمود الفقري اللي هو بيجمل الفقرات العنقية ودوره بيبقوا سبع فقرات والفقرات الزهرية او الصدرية بنسميهم كده او كده ودوره بيبقى 12 فقرة والفقرات القطنية ودوره خمس فقرات والفقرات العجزية الفقرات جيبتوا عبارة عن قطعة واحدة لازق فيها عدمة العصاص ده العمود الفقري بتاعنا طب هنعرف بس يعني بين العمود الفقري فيه غدروف الغدروف ده عبارة عن ارس ليفي قوة الارس اللي فيه ده فيه مادة جيلاتينية اللي هي دي اللي بنسميها الدسك الدسك لما يحصل قطعة في القرس اللي فيه ده والدسك ده اللي هي المادة الجيلاتينية تخرج برا ده هيبقى هنا اسمه ايه انزلاء جودروفي داخل جوه الفقرات قناة اسمها قناة الحبل الشوكي انا بشرح الكلام ده عشان هيفدنا بقى بعد كمه نيجي نتكلم عن امراض العمود الفقري احنا محتاجين نشح فاهمة اه عشان بس ايه يبقوا الناس فهمين ايه اللي بيحصل بالزبط جوه العمود الفقري فيه قناة القناة دي اسمه قناة الحبل الشوكي بيمر فيها الحبل الشوكي ليه ذكرنا الحبل الشوكي علشان اي يعني مشكلة لقدر الله اوه وطالع برضو من الحبل الشوكي ده مسؤول عن الاطراف يبيطلع منه اعصاب طرفية بتجزيل الرجلين والايدين ايه فا اي مشكلة فيه ممكن يأما تعمل ضعف ولو تثابت اكتر ممكن توصلنا لقدر الله الشلل مش شلل لقدر الله فعايزين نقول انه محدش يستهين بمشكلة في العمود الفقري الموضوع من الصغير انت يأما بيحصل ضغط على الجزور العصبية تعمل تنميل وقلم يأما الضغط بيبقى عن اخي الشوكي لقدر الله ممكن يوصل زي ما قلنا للشاعة طب دكتور خلينا نتكلم على الحاجات الشائعة الموجودة يقولك دايما ضهري بيوجعني دايما قمت من نوم رأبتي بيوجعني خلينا نعرف ايه اسباب الالام للضهر والرأب تمين اسباب الالام بتاعت الضهر والرأب منقسمة اما سببها مرضية اما سببها عادية خاطئة سببت لنا المشاكل بتاعت الام الضهر والرأبة اول طبعا سبب شائع في الاسباب المرضية تمين في الام الضهر والرأبة طبعا هنتكلم عنها الانزلاق الغدروفي الانزلاق الغدروفي تاني حاجة خشونة الفقرات تالت حاجة نقص الكالسيوم نقص فيتامين زي تمام هشاشة العزام ممكن تسبب الام في الفقرات وجود لا قدر لا اورام سواء كانت حميدة او خبيثة على مكان العمود الفقر يسبب الام ندخل في العادية الخطئة السمنة وخصوصا سمنة البطن بتعمل لوت شديد على العمود الفقر خصوصا فقرات القطنية سمنة البطن سمنة البطن دي مشكلة المشكلة مش عايزة ادخل في تفاصيل عن السمنة النهاردة ممكن بقنا نعمل حلقة عن الموضوع ده ممكن حتى نوارينا مخصوص للموضوع سمنة البطن اسمها central obesity بصي بتبوز الدنيا جواه ببره يعني ببره زي العمود الفقري وجواه في الاعضاء تأثيرها كبير جدا تمام الجلوس لفترات طويلة ده برضو بيسبب اه 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 اي حاجة فيها اوضاع سابطة فترات طويلة تسبب الام في العمود الفقر حمل طبعا حدي يبقى على طول بيشيل حاجات تقيلة وبيشيلها في وضعيات غلط وضعيات غلط مش في الوضعيات السليمة او مش في الوضعيات السليمة واحدة منقول النصائح هنشرح الناس الوضعيات السليمة وكلام ده تمام دكتور جات لي يا سيال كتير قوي كان كلها مضمون سؤالها حاجة واحدة اعرف منين ان انا عندي نزلاقه ضغوفي في الرقابتي يعني انت اقول باللغة البسيطة كده معلش انا حستاذي حاجة دايما تبسطلنا الموضوع يعرف منين او تعرف منين السيدة انها عندها نزلاقه ضغوفي في الرقابة تمام الاعراض اللي بيحس بيها المريض بيحس طبعا اول حاجة ممكن يحس بألم في الرقابة تمام وقلم مع الحركة مع الروتيشن يبقى ده صعب عليه او حاجة اسمها ستايت بندنج اللي هو تتني رقابتك كده تاني حاجة ممكن يحصل تنميل او قلم في الدراعيت او يعني مكان بقى زي ما قلنا الضغط اللي حاصر على الجزور العصبية يحصل تنميل تنميل او قلم او ضعف في الحركة احنا عندنا الجزور العصبية حسية وحركية حسية تدينا قلم وتنميل الجزور العصبية بتاعت الموتور اللي هي المسؤولة عن الحركة تدينا ضعف في الحركة ضعف في الحركة يعني يحس مثلا مش قادر ارفع در ايه تمام لو فيه بعد الشارع طبعا ضغط على النغا الشوكي يبقى ده يدينا حاجة من الاتنين على حسب نوع الضغط لو الضغط نسبي او بسيط يدينا ضعف في الحركة في الاربع اطراف لو الضغط جديد ممكن يعمل لنا اعراض زي شلال رباع يعني اعراض اشد اعراض اشد او مش قادرة تتحرك طبعا الحاجات اللي لازم نقولها وإحنا بنتكلم فيه ناس مش هتتخيلها صعوبة في البلع صعوبة في البلع او توصل لها زي الدراع او لو الغضروف ضغط امامي فيه ناس تبقى المشكلة ده مش عارفة بلع مش عارفة او دي من الحاجات اللي مش ناس كتير تعرفها او طبعا او الفيرتايجو يحصل والديزنس اللي هو ده يحصل ضغة وزغلالة وكده دي بتبقى بسبب انه فيه مشكلة حاجة اسمها فيرتبري وبازر الانسفشانسي دورة دمائن الرايحة من الرقبة للمخ ضعيفة ضعيفة ودي احنا برضو عندنا طرق حديثة جدا هنتناولها في العلاج خليكوا فاكريني النقطة دي طب خلينا الدكتور نسأل بسمع حاجة برضو من المصطلحات انزلا قضوفي في فقراتي القطنية لا ده الدكتور قال لي في الفقرات مشهور اسمها فقرات عجزية صح كده او القطنية والعجزية والعجزية ايه بقى موضوع يعني المصطلح ده بالنسبة لي غريب تمي الفقرات القطنية زي ما احنا قلنا ايه شرحنا فقراتي في الضحر في الضحر يبقى احنا نزلنا منطقة ايه الفقرات القطنية نزلنا من الرفقل الي đó نزلنا هنا لاسفل فطبيعي اول عرض من عرض ممكن ممكن يحسوا العين قلم اسفل الده لو جنا نتكلم عن قلم الفقرات القطنية لازم 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 هنتكلم عن عرق النسأ يعني ايه عرق النسأ ده بيحصل لما يكون فيه نزرقه خودروفي من اول الفقر الرابع القطنية الرابعة الخمسة لحد العجزية الاولى في المنطقة الضغط ده بيعمل لنا إيه في المكان ده بيدغط على عصب ده بيعتبر من أكبر العصاب الموجودة في الجسم اسمه السياتيك نرف الضغط على العصب بتاع السياتيك نرف هو فيه أدرك وعليه اسمه عائل النسا هو اسمه النسا من كتر مقلمه شديد قوي جدا وبينسي الواحد كل حاجة من شدة القلم اسمه عائل النسا إيه سبب التسمية بالنسا دي سموه كده في الأول من شدة الآلام اللي بتنسي البني أدم كل حاجة معظم الناس اللي شفتهم في حلقة كيوت حد شفتهم مش قادرين جايين متشالين من شدة الوجع مش قادرين يحملوا على الناحية اللي فيها الضغط اللي حاصل على العصب على العصب طبعا عرق الناس من الحاجات اللي مش أي حد بيعرف يعالجها طبعا أنا التخصص بتاعتي زي ما قولنا في أول حلقة الدكتوراه بتاعتي في أمراض المخ والعصب والجراحتها معظم الناس بتأكف فاكرة أن أنا هعالج ضهر العيان أو حتى أعالج لمشكلة الانزراك الغدروفي أبقى أنا خلصت المشكلة لا العصب ده جماعة حصل عليه كومبريشن يعني حصل عليه الضغط فيه بيبقى فيه التهاب في العصب نفسه العصب نفسه عليه ضغطه حصل فيه التهاب العيان بيبقى الألم واخد الضهر السق كله من وراء السمانة كلها يعني رجل كاملة من أول الضهر من وراء يعني الألم بيبقى متصل ببعضه كله مطلوب لتحكم كله كله ألم فزيع فزيع الحاجة الثالثة برضو اللي نقولها في الضهر أنه فيه ناس ممكن تشتكي من ألم عم يجي قوقف كثير ألم في أوضاع معينة زي مثلا مجي أصلي أسجد وانا طلع مثلا اللي هو بنسميه ألم مع الوقوف أو ألم مع الحرقة دي كلها علامات تدول أن فيه مشكلة في الضهر أو ممكن يكون فيه احتبار موجود انزراك الغدروفي وبنقر بنقر من الدياجنوزيز اللي هو التشخيص سواء في الانزراك الغدروفي بتاع الرقب أو الضهر عن طريق أن احنا بنعمل رانين مغناطيسي طيب حضيتك إيه خطوط الانزراك الغدروفي يعني إيه ليه أسمع أوقات ناس تقولك إيه ده أنا جالي انزراك الغدروفي بس مستسهل الكلمة كده لا ده خاطر ليه بقى علشان الانزراك الغدروفي ده زي ما قولنا بيبقى أولا يعني الانزراك الغدروفي ده بيبقى مراحل في مرحلة اسمها بلش يعني ديسك بلش يعني بز جدروفي هو جلي جلي فتلع من مكانه شوية اللي هو البلش تاني حاجة بروتروجت يعني تقطع الجزء من القرس اللي في ده تمام فخرج جزء وجزء لسه جوه هرنيشن يعني حصل قطع والدسك خرق خالص من مكانه وهنتكلم على ده في مراحل العلاق كل حاجة من الحاجات دي بنعالجها بشكل معاين تمام فالخطورة في كده انه في حاجة خرجت من مكانها المكان ده كله جزور عصبية في النص في الحبل الشوكي فأنت يا إما يحسن ضغط على الجزور العصبية تعمل قلم وتنميل ووجع أو ضعف في الحركة إما الضغط على النخاء الشوكي ده ممكن يوصلنا لقدره لو ما تلاحقش والحقنا نعرج الإنزلاق القدرو في ده بدري والحقنا الموضوع قبل ما الضغط يبقى جديد والحمد لله عندنا في فضل ربنا حالات كثيرة جدا جدا كان نوصلوا الضغط في النخاء الشوكي وخلاص في عدم تحكم في البول يعني كان عندنا جيالنا حالات صعبة جدا جدا وكانوا خلاص دخلين على جراحة والحمد لله في فضل اللي اتلاحقوا وعملوا الجلسات والحمد لله في فضل ربنا أنقذناهم ولا احتاجنا ندخل جراحة وخفوا تماما وكيسين جدا يبقى الخطر أنه ممكن يحصل لي يا إما ضغط على الجزور العصبية يا إما ضغط على النخاء الشوكي ده ممكن يسبب لنا شلل أو ضعف في العضل الفقرات العنوكية تعمل شلل رباعي والفقرات القطنية تعمل شلل نسفي في الرجلتين غير الألام بقى غير التنمية لو فيه ضغط على الجزور العصبية طيب دكتور حديتي قلت لي دلوقتي في فضل الكلام كان في حالات كتير عوي وعالجناها بدون تدخل جراحي يعني هي كانت فمراحل خطورة خليني بقى أعرف منك إيه أحدى سطوء العلاج اللي ممكن نتباحها والسادة المشاهدين يبقوا أعرفينها بدون تدخل جراحي احنا عندنا جهاز أمريكي اسمه شد الفقرات احنا كده جماعة معنا الفيديو هنشوف كده الدكتور هتشوح لنا على الفيديو أحدث سطوء العلاج بدون تدخل جراحي ده شد فقرات بالكمبيوتر ده جهاز أمريكي عبارة عن شد اسمه شد فقرات بالكمبيوتر بيشد الفقرات بحيث أنه يبعد الدسك عن مكانه فيقلل الضغط على الجزور العصبية بمعنى لو فيه ضغط مثلا اللي هو النوع الأوليني البلش بسيحنا هنا بنركب للعيان ده الجهاز اللي هو شد الفقرات بالكمبيوتر ده ده فقرات عنوكية الجزء ده في الفيديو فقرات عنوكية بنعمل عندنا الدسك بلش بنشد بطريقة معينة البلش ممكن الدسك على فكرة يرجع كله في مكانه يرجع تمام بيش أي كانه ما تقصر بدون جراحه وبدون أي حاجة البروتروجي ممكن يرجع برضه في مكانه أو على الأقل هنكون شلنا الضغط على الجزور العصبية أو على النخاء الشوكي الهرنياشن برضه بنقدر هو خلاص بيبقى الدسك خارج بمكانه بس بنقدر بالتوسيع الفقرات اللي احنا بنعمله شد الفقرات بيبعدها عن بعضه فنرد الدسك ده على قد ما نقدر في مكانه أو الغضروف على قد ما نقدر في مكانه بحيث انه ده ما يعمليش ضغط على الجزور العصبية أو على النخاء الشوكي ده جهاز أمريكي من أحسن طرق العلاج فيه في نهاية برضه فيه فيديو تاني جاي برضه شد للفقرات القطنية ياريت برضه نعريتهم ورية الناس احنا جاي شدينها الفقرات العنوكية فيه شد برضه معين الفيديو ده كده الفيديو بتاع الحالة التاني ده الحالة الزي كم نشد الفقرات برضه بالكمبيوتر بالكمبيوتر دي كانت حالة عرق ناسا عرق ناسا الأولانية الجزء الأولاني ده كان الضغط مثبت ضغط وصل للنخاء الشوكي وفضل الله أنقصناه كان سنو صغير في التلاتينت وشو في ضغط في النخاء الشوكي ده ممكن يوصلوا لشلل ده عنده عرق ناسا ألم فزيعة والحمد لله فضل الله تعالج الحمد لله دكتور طب خلينا نسأل سؤال برضه عشان الناس بتستسهل أوقات أنا مش حاول معظم دكتك نقول البعض بيستسهل التدخل الجراحي يعني إنه هو انت عيان عندك كذا كذا انزلاء قضوفي طب تعالى هنعمل عملية جراحي خلينا نقول ايه خطوة التدخل الجراحي للمرضى اللي عندهم انزلاء قضوفي خطوة وسيء التدخل احنا ليه بننصح الناس بسرعة العلاق والتوجه للعلاق لأنه الجراحة في المكان ده مكان ده زي ما شرحنا كل جزوره عصبية وفيه نخاع الشوكي اي مش هقولك حتى خدش بالمشرة لا ده اي ضغط على النخاع الشوكي ممكن يعرضنا للإصابة بالشلل فأي خدش مش خدش بقى احنا مش ممكن كمان في خدش احنا نتكلم بس مجرد ضغط أثناء الجراحة فالجراحات بتكون خطر فزي ما تكلمنا في العلاق أول حاجة عندنا شد الفقرات بالكمبيوتر عندنا تاني مشكلة واتكلمنا عنها اللي هي قولنا عرق النسا وده بيبقى فيه العصب نفسه حصل عليه ضغط فبيبقى العصب نفسه في التهاب فاحنا عندنا برضو طرق علاج حديثة منها العلاج بالمجال الكهرومغناطيسي ده بيتعامل على العصب نفسه والعلاج الضوئي ده بيعمل ايه؟ بيساعد فيه يعني علاج التهاب اللي حصل في العصب عن طريق انه هو بينشط مواد اسمها الميتوكوندريا بينشط النشاط الخلوي يعني بيزود النشاط بتاع الخلية فده بيخلي انه العصب يلتأم وفي نفس الوقت بيزود مع اجهزة تانية بتزود الدورة الدموية الدقيقة فده بيخلي التقام التقام العصب مع بنعمل ليزر بيخلي التقام العصب بيبقى سريع اذا القلم شديد ومبرح فيه عندنا برضو جهاز الماني بنستخدمه ده بيبقى ده الجهاز دعبارة عن طيار بيخرج طيار اخترعوا علم روسي بيحاكي نفس الطيار اللي موجود في الجسم فبينظم العمل بين الخلية وبيعمل ارتخاء للعضلات اللي فيها تقلص عضل وبيعمل حاجة اسمها السيديشن عن طريق انه هو بيقفل بوابات الالم بتاعت العصب ده جهاز حديث جدا عشان علاج الام الاعصاب مع عمل موجات صوتية على كل جزء في العصب ده مع المجال الكهرومغناطيسي مع علاج العضلات الهيكلية اللي موجودة اللي هي العضلات فيه برافرتبرار مسل دي لازم تتعالج لان دي ممكن تعمل هي كمان شدة على الفقرات والعضلات المحيطة بالعمود الفقر طيب دكتور خلينا اخر سؤال وعلى سيبة النصائح اللي نقدر ينديها للمرضى اللي عندهم انزله قضوفي طيب انا بس في حتة مهمة مقلتهاش في العالج اللي عايزة نوه الناس عنها اللي هو البرتبرو بازر الانصف الشنسي اللي هو عجز او ناقص او قسور الدورة الدمائية اللي وصلة المخ اللي بتعمل الدخل ان دي ممكن تخلي العين يتعرض انه هو يحصل له حاجة اسمعته اي 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 انه يحصل ان الدورة الدمائية اللي رايحة للمخ نفسها تبقى قليلة فيكون فده يعرضه انه هو يحصل له جلطات جلطات ودي تسببش احنا بنعالجها برضو بجهاز امريكي بيطلع موجات اسمعها موجات دو اي اي احادية اللون زودة الدورة الدمائية للمخ فكده يبقى عالجنا الكسور اللي موجود في الدورة الدمائية وحامينا المريد انه هو بعد الشهر يكون عرضه انه يحصل له جلطات النصيح اللي احنا بنقدمها اهم نصيحة بقى الدكتور اهم نصيحة طبعا انا دايما في اي حلقة دايما بحب انسح الناس بسرعة العلاق خصوصا في الامراض اللي تبين عند الناس بسيطة زي الام العمود الفقري كلها عندنا الام عمود فقري بس تزيل ممكن تعمل ضغط على الجزر العصبية وتعمل زي ما شرحنا عرق النصيحة ممكن تعمل ضغط على نخاء الشوكي وتأدل شلل ربع او شلل نصي في الرجلتين ممكن زي ما قلنا لو فيه كسور في الدورة الدمائية داي يوصلنا مع الوقت انه هو يعمل جلطات في المخ وشلل نصي فسرعة التوجه للعليل دكتور انا هستازن حضرتك احنا هيكون للسادة المشاهدين مع حضرتك حلقة تانية ان شاء الله وحنطي نخطيب لانه وقت حلقتنا انتهى وان شاء الله الدكتور راني في بيوت مصري